تواصل الدولة جهودها لتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل ما يشهده العالم من أزمات وتنفذ الدولة تلك التوجهات من خلال إتاحة كميات كبيرة من السلع وبأسعار مخفضة للمواطنين في مختلف معارض أهلا رمضان والمنافذ الأخرى قبل نحو شهرين على موعده افتتح رئيس مجلس الوزراء معرض أهلا رمضان بمحافظة الجيزة لتوفير مختلف أنواع السلع للمواطنين وبتخفضات كبيرة تنفيذا لتكلفات القيادة السياسية المعرض هو الأول في الجيزة ضمن خمسة معارض سوف تستضيفها المحافظة تيسيرا وتسهيلا على المواطنين لتأمين احتياجاتهم من السلع المختلفة وتتيح تلك المعارض جميع السلع الأساسية بخصومات تتخطى الثلاثين بالمئة بالتعاون بين المحافظات والوزارات المعنية وأيضا الغرف التجارية كان في حرص شديد من الجميع أن نعمل هذا المعرض في بداية شهر يناير وفي الحقيقة نعمل هذا المعرض كل سنة لكن نعمله في بداية رمضان حتى نهاية شهر رمضان لكن السنة هذه حرص الدولة وتوجهات القيادة السياسية في أن نعمل معارض والتخفيف في العبء على المواطنين نظرا لتألوجود أسعار مغالا فيها من بعض الناس التجار المعرض يقام على مساحة 2000 متر مربع ويشارك فيه 60 عارضا لتوفير كافة السلع الجذائية الأساسية واللحوم والدواجن والألبان بنقدم عصير وبنقدم ألبان وبنقدم جبل المسلسات وبنقدم شيدر وبنقدم سمنات طبيعي وسمنة نباتي وسمنة خليط بأسعار كويسة جدا وفترة كافية قبل رمضان الناس تلحق تشتري معانا شهرين ونصف بنعمل العرض فيهم مثبتين أسعارنا خلال الفترة دي إن شاء الله بنقدم للجمهور النهاردة الديه الفاخر اللي هو استخراج 72 بتخفيض حوالي من 25% إلى 35% بنقدم جميع أنواع المكارونة بنقدم جميع أنواع الكيكات الجهزة عشان رمضان وسمنة البسبوسة وكل المنتجات اللي بيستخدمها لبيت المصري في رمضان ويفتح معرض أهل الرمضان أبوابه للمواطنين من التاسعة صباحا حتى الحادية عشر مساء حتى نهاية شهر رمضان بالتزامن مع انطلاقه في العديد من المحافظات تأكيدا على جهود الدولة في توفير المخزون الاستراتيجي من هذه السلع لتلبي احتياجات المواطنين محمود جميل التلفزيون المصري